ينضم إلينا من الرياضة دكتور غانم السليماني الكاتب الصحفي محمد كمعنا دكتور عبر شاشة الغد بداية ما الذي يعكس أهمية عقاد هذه القمم وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي ثم طبعا السعودية الصينية خرجت بنتائج باقة التوقعات اليوم صدر بيان مشترك بين الصين والمملكة العربية السعودية كان بأجواء إيجابية وتوافق كبير بين الرؤى سواء في السياسات الخارجية بين الصين والمملكة العربية السعودية وأيضا في الجوانب الاقتصادية كان بيان طويل وتحدث عن مجمل القضايا التي تهم البلدين بدءا من استثمارات الاقتصاد وضمان مداد سلال الطاقة إلى الصين وأيضا تناول القضايا الشرق الأوسط قضية اليمن وقضية سوريا ولبنان وما يحدث من توترات أيضا في الملف الإيراني وكان هناك تأكيد على ضرورة سلمية البرنامج النووي الإيراني وضرورة الاتزام إيران بالقرارات الدولية كان هناك طابق كبير في هذه الرؤى وعكس الإيجابية التي سبقت القمة وأثمرت ببيان مشترك كان توافق كبير بين القيادة المملكة العربية السعودية والقيادة الصينية ما تؤسس له هذه القمم سيد غانم لناحية مسار العلاقات السعودية والخليجية والعربية مع الصين وكيف برأيك يمكن أن تنعكس على الملفات المثارة والمشكلات في منطقة الخليج والمنطقة العربية بالعكس جميع الخبراء والسياسين يؤكدون أن هذه القمة ستغير العالم ستغير أحادية القطة الأمريكية التي سيطر طويلا على المنطقة منطقة تحديدة منطقة الخليج اليوم جاء ضيف جديد ضيف الرئيس الصيني بملفات اقتصادية بتوافق كبير وارتياح بين الخليجين والصين من خلال هذه التطابقات الكبيرة لا توجد خلافات لا توجد حتى اختلافات في وجهات النظر الصينيين يتعاملون بارتياح مع دول الخليجين ولديهم علاقة طويلة يريدون أن يعززوها هذا الأمر طبعا يؤسس لتحالف جديد تحالف أكس التحالفات التقليدية بين دول الخليج وأمريكا هذا الأمر طبعا بكل تأكيد لا يعجب الوليات المتحدة في هذه النقطة بالتحديد سيد سليماني الرئيس الصيني قال أن هذه الزيارة للسعودية تفتح عصرا جديدا من العلاقات مع العرب عنوان هذا العصر وتنويع العلاقات والشراكات الاستراتيجية وبالتالي لو نظرنا إلى الولايات المتحدة الشريك السياسي والاقتصادي التقليد للسعودية ومعظم دول منطقة الخليج كيف تتوقع أن تتقاطع مسارات العلاقات الصينية العربية الخليجية مع نظيرتها الأمريكية العربية الخليجية في ضوء هذه الزيارة هناك محاولة لمشتركة بين الدول الخليجية والسياسة واحدة والصين هي محاولة لتبديل وتنويع مصادر الاقتصاد وبعنوان آخر كسر الهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة ومحاولة إيجاد حليب جديد لأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تتحدث أن مصلحة أمريكا أولا وهذا الأمر جعل حق مشروع لدول الخليجية أن تبحث عن حليب جديد حليب لا يملي عليهم شروطا مشبقة لا يتحدث عن اتفاقيات عسكرية لا تستطيع أن تثق به كما قال العاهل السعودي أن الصين صديق موثوق به تستطيع أن تتعامل به من خلال المشارع وأيضا مكانتها الاقتصادية الصين تؤهلها للقيام بهذا الدورة هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولديها سياسة دبلوماسية متزنة ولديها أيضا توافق مع الدول العربية في تقريبا جميع القضايا الشرق والوسط اليوم البيان السعودي المشترك بين الصين والمملكة العربية السعودية بيان جميل جدا حمل ملامح إيجابية يؤكد أن هذه العلاقة ستستمر طويلا ربما لأنها بعيدة كل البعد كما أشار البيان عن مسألة المنافسة بين قوتين عظمتين وهي الولايات المتحدة والصين وإنما لجهة مسألة تنمية اقتصاد المنطقة وأفق استقرار ومصالح متبادلة في ضوء ذلك كيف يمكن أن نتصور شكل مخرجات هذه القمة لناحية الاتفاقات الاقتصادية وتنمية منطقة الخليج والمنطقة العربية طبعا هناك حرص سعودي وحرص أيضا من الصين أن تكون هذه القمة ليست موجهة ضد أحد على الرغم من الحديث كثر أن هذه القمة موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية هنا في الرياض لا أحد يريد أن يتحدث أن هذه القمة ضد موجهة ضد الولايات المتحدة بل يؤكدون أن هناك علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وسبقت عقدة قمم كبرى في الرياض وأيضا الصين لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة تريد أن تسير وفق استراتيجيتها التي تعتمد على الصبر الاستراتيجي الدخول من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تجعل الاقتصاد أولا ثم تأتي السياسة في الأمر الثاني هذا الأمر هم جميع الأطراف هنا يحرصون عليه ولا يريدون أن يكون هناك استفزاز للولايات المتحدة في هذه العلاقة التي لا تعجب أمريكا شكرا جزيلا شكرا دكتور غانم السليماني الكاتب والباحث الصحفي شكرا جزيلا لك